ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله بحسب ما جاء في شريط الفيديو ومخلفة هلع الساكن المجاورة حيث اتت النيران على معظم اجزاء السيارة في حين اعزى بعض النشطاء ما وقع انه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي تعرفها بلادنا في حين اكد اخرون ان الحرارة لوحدها ليست السبب المباشر وفي هذا الصدد قال احد النشطاء معلقا على الفيديو بالقول تقنيا السيارة لا يمكن ان تحتارق الا عبر الاتي فعل اجرامي لمبالاة صاحب السيارة بنسيا اشياء قابلة للاشتعال داخل السيارة تالتا ركن السيارة قرب مكاننا فيه خطر اشتعال نار مثلا اسلاك كهربائية مكشوفة او محطات كهربائية اما درجة الحرارة لوحدها ودون عامل اشعال وانتشار نار فلا يمكن ومع ارتفاع درجة الحرارة وجب اخذ الحيطة والحدر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة